تعالى أخذك وإحنا بنتكلم على هذا المشهد الفلسطيني الكلمة اللي قاله بنيمين نتنياه بنيمين نتنياه هو رئيس هذه الحكومة التي أقل ما توصف بها فأنها حكومة السمك لبن طمرهندي حكومة السمك لبن طمرهندي حكومة الدبحين والمتوحشين وليس فقط المتطرفين والمتشددين بنيمين نتنياه بيقول أنه مصر على الحدود المصرية أن هناك عمليات لتهريب الأسلحة وتهريب المقاتلين وتهريب عناصر وكل الكلام الفارغ اللي هو بيقوله طيب أنت بتقول ده بناء على إيه بتقول ده بناء على تقرير فأنا أقول لك اتلهي اتلهي بمعنى يتلو تلاه اتلهي على رأيي الدكتور وحيا الفخراني في مسلسل أوبرا عيد اتلهي قولي ايه التقرير في رئيس حكومة يطلع يتهم دولة ومش أي دولة مصر مصر اللي عملت أقوى وأشرص وأكبر وأهم ملحمة عسكرية في القرن العشرين وحتى هذه اللحظة اسمها انتصار 6 أكتوبر 1973 على الكيان الصهيوني المحتل فعلمت الصهينة الأدب وكانت أتل عل أو أسخن عل أكلها الصهينة في تاريخهم بل أقدر أقول لك لكلوا قبلها ولاكلوا بعدها ولزالت جرحا غائرا في الجبين الصهيوني فييجي بنيمين نتنياهو ويبدأ العك الرائع والمبهج والعظيم في الموضوع أنه إحنا لدينا هيئة الاستعلمات المصرية ويترأسها كاتب كبير وصحفي عظيم الحقيقة وباحث لا يشق له غبار وده حقيقي يعني ودون أدنى مجاملة أستاذ دياء رشوان أستاذ دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في بلدنا قال الفترة الأخيرة شهدت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم بنيمين نتنياهو وستاذ دياء اختار كلماته بمنتهى العناية قال تحمل مزاعم والدعاءات خد بالك بقى مزاعم والدعاءات ليه بقى مزاعم والدعاءات اللي اختارها أساس دياء لأنه لا يوجد أي تقارير ولا وثائق ولا أي حاجة بتقول هذه الادعاءات الواهية التي فيها الباطلة واللي بيقولها بنيمين نتنياهو قال كده مزاعم والدعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب أسلحة ومتفجرات وزخائر ومكونات لقطاع غزة من الأراضي المصرية ونتنياهو بيقول لك وبعد الطرق وهناك أنفاق أنفاق ما بيني وما بين قطاع غزة يعني أنت متصور أن أنا هسمح بوجود أنفاق أنا البلد اللي عانت من الأنفاق وأنا البلد اللي قفلت الألف وخمسمائة نفاق ألف وخمسمائة نفاق كان بيتهرب منهم أسلحة وزخائر ومعدات وإرهابيين ومتطرفين وقتلة راح ضحية الأنفاق دي خيرة صحابنا وإخوتنا وولدنا لأنه منها كان بيتسرب الإرهاب لأراضينا في سينة أنا ذاك بيقول بن يمين نتنياهو أنه الأنفاق موجودة على جانبي الحدود طيب بن يمين نتنياهو بيقول كلام كله كذب كما جرت العادة كذب آه وده اللي بيقول الحقيقة له سيصد ياء وبيؤكد هذه المذاعم هذه المذاعم كاذبة وتعالوا نفند كل دول العالم يا سادة الكرام عرفة كويس جدا حجم الجهد اللي قامت بي مصر في العشر سنين الأخار لتحقيق الأمن والاستقرار في سينة وتعزيز الأمن على الحدود ما بين رفح مصر وقطاع غزة فلسطين المحتلة حرب شاملة ضروس على الإرهاب اللي كان بيهدد مصر وبيهدد المنطقة بالكامل ومصر هي اللي تصدت لهذا الإرهاب الذي كان يهدد المنطقة بالكامل ولو ما كانتش مصر خدت وقفتها دي ما بقى شيء في المنطقة على الإطلاق المنطقة كلها على الإطلاق وكل دول المنطقة تقدر لنا هذا الدور العظيم وتعلم أنه لا يوجد أحد كان يستطيع التصدي لهذا الإرهاب إلا الجيش المصري مصر نفسها عانت الأمرين من الأنفاء دي خلال المواجهة الشارسة مع المجموعات الإرهابية في سينة بعد الإطاحة بنظام الإخوان التعيس البائس الحقير في يونيو 2013 وفضلنا نحارب لحد 2020 الأنفاء دي وبن يميننا تانيه عارف والعالم عارف إنها كانت بتمثل وسيلة كارثية لتهريب العيال القتلة الإرهابيين والأسلحة والمعدات والزخائر والمتفجرات عشان يتم تنفيذ الأعمال الإرهابية اللي راح ضحيتها تلات تلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكتر من تلات تاشر ألف مصاب مصري الملفت والذي يدعو للاستغراب زائد الاستهجام إنه رئيس حكومة الكيام الصهيوني المحتل هذه الحكومة الغاشمة المتوحشة يتكلم ولا يملك أي وثيقة عن كل ما ادعى من تهريب أسلحة من مصر لغزة خصوصا إنه لسه مفقش حتى هذه اللحظة من الضربة اللي وجهت لي في 7 أكتوبر عشرين تلاتة وعشرين باسم طفن الأقصى وأجهزة استخباراتك ما عرفتش حاجة وكانت صفعة على الوجه الصهيوني أجهزة الاستخبارات الشائية القوية صاحبة ما دلوقتك إحنا أقوى أجهزة استخبارات أقوى أجهزة أمن إحنا عارفين الأرد مخببنه فين إحنا بنجيب الديب من ديله نحن نستطيع نحن نعلم نحن نعرف طول الوقت وطول الوقت دايما يصوروا رجالتهم لما بقى إيه الماكر الداهية اللي على طول عامل كده ده وبتاعه وشائيه والشجاع والودي اللي ما حصلش واللي بيخش يا كل جيش لوحده الله هو مش أنت الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع أليس هذا القطاع تحت احتلالك وارجع للأمم المتحدة ألاست أنت من تملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد قال لا إش أنت اللي عندك الجيش اللذي لا يقر والتكنولوجيا اللي ما حدش يعرف يعملها والعقول اللي ما حدش جاب زيها وعندك قوات وعندك مستوطنات ومستوطنين الحقيقة أشرص من الضباع في البرية وقوات بحرية بتحاصر القطاع صغير المساحة قد كده من ثلاث جوانب قوتك بتحاصر من ثلاث جوانب من السحل البحر من شمال القطاع ومن غرب القطاع ويكتفي بن يمين نتنياهو بإطلاق الاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل ولا أي تقرير موسق ولا وثيقة عليها الإيمة يطلع يهبد أي ادعاء بأنه عمليات التهريب بتتم عبر الشاحنات اللي بتحمل المساعدات والبضائع مساعدات إنسانية وبضايع الأكل والشرب والمية والدوة والقوافل الطبية وعربيات الإسعاف اللي رايح الأهلين في غزة لإنقاذهم من هذه الوحشية هذا لغو فاخر أأسف فاخري والله هو اللغو الفاخر فعلا لأنه لغو مجازيه هو لغو فارغ ده تبقى لتعبير ومصطلح أستاذ دياء رشوان لغو فارغ ومثير للسخرية لأنه بمنتهى البساطة أستاذ دياء يمكن بيشرح ده جدا يعني وكلنا عارفين أي شاحنة أي تريلة محملة بالمساعدات ودخلة على قطاع غزة من هذا المعبر أولا بتعدي على معبر كرما بوسالم طب معبر كرما بوسالم يعني هناك في الجانب الفلسطيني تحت سيطرة مين؟ السلطات الصهيونية بتعمل السلطات الصهيونية بتفتش وتفتيش يعني ده أنا عايز أقول لك إحنا شو يعني أقول لك إيه طيب ده بيفتحوا المطورة بيبص على المطور من سلوحة العربية بيبص في كل حدة أي خرم إبرة بيتبص عليه وبيتفتش وبيتعرب لكل الأجهزة والتقنية الممكنة قبل ما يعدي على القطاع طيب يبقى كل أو في معبر كرموساء أبو سلم بيتم تفتيش كل الشاحنات اللي بتدخل إلى القطاع طيب مين اللي بيتسلم المساعدات مننا إحنا المصريين بنسلم فين؟ بنسلم للهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة زي الأناروا إذن بنيمين نتنياهو كاذب يدعي بمزاعم كاذبة مزاعم صهيونية كاذبة وده دليل طيب تعال نشوف الجوهر الحقيقي لإدعاءات هذا الكيام الصهيوني ورئيس حكومته إيه الجوهر؟ عشان يكمل في عملية العقاب الجماعي والإبادة الجماعية والتجويع والتعطيش لتنين مليون وتلتميت ألف فلسطيني استشهد منهم خمسة وعشرين ألف داخل قطاع غزة طيب هي المسألة بس مرهونا بالجولة الأخيرة اللي بدأت في سبع أكتوبر لا ده احنا بقلنا سبعتاشر سنة الفلسطينيين بيعانوا من الإرهاب والقتل والتجويع والاعتقال والخطف إسرائيل تفضل مستمرة يا سادة يا كرام في تسويق هذه الأكاذين عايزة تخلق نسق عايزة تخلق بالأدق سياق فيبقى فيه سياق ما تطلع منه من وجهة نظرها أنها في حالة حق طبيعي وشرعي فتدفع عن نفسها وتحتل ممر صلاح الدين ما بين قصين فلادالفيا يبقى إسرائيل عايزة إيه عايزة تكمل في هذه السياسات المتوحشة وتحتل ممر صلاح الدين المرة على طول الحدود مع مصر وده بالمناسبة مخالف للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة ما بينها وما بين مصر مخالف لاتفاق 2005 اتفاق المعاني مخالف لاتفاق 2019 الممر بتالي صلاح الدين دهناك عندهم عشان برضو ما يطلعش يعني سفهاء القوم وبعض التوافه يقولك أصل مصر 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 مين ده عنده وتحت سيطرته عاوز يحتل هذا المحور أو هذا الممر اللي هو ممر صلاح الدين طيب تعال بقى نشوف صديق الجملة زهبية بصراحة في هذا البيان قال اي قال هنا يجب التأكيد الصارم على انه اي تحرك اسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي الى تهديد خطير وجاد للعلاقات المصرية الاسرائيلية فمصر فضلا عن انها دولة تحترم التزاماتها الدولية فهي قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على اراضيها واحدودها ولن ترهنها في ايدي اي مجموعة من القادة الاسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة الى حالة من الصراع وعدم الاستقرار وان ده بينضم لنفس ذات الخط المصري الاحمر اللي اعلنته مصر مرارا وها هو التكرار الرفض القاطع لتهجير الاشقاء الفلسطينيين قصريا او حتى طوعيا الى سينة مصر مش هتسمح لاسرائيل بتخطي هذا الخط الاحمر هيتشقل بن يمين نتنياهو وحكمته مصر مش هتسمح بتعدي الخط الاحمر خد بالك ده تهديد مباشر للحدود المصرية فلو عملت كده تبقى بتعمل حاجة كده اسمها فعل من افعال ايه العدو دي بالذات تختلف شوية عن يمكن تصرحات فخمة رئيس عبدالفتح السيسي مبارح المتعلقة بقى محدش يجرب مصر لا ده انا اقولك بقى يا سادة يا كرام الاسرائيليين جربونا قبل كده واظن يعني كانت العلقة سخنة بلاش بصوا العسكرين المصريين عندهم مصطلح جميل جدا 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 انا حبه في الحروب لما بتشتد اثناء الحرب بقى خلاص احنا بص احنا لا بنحب الحرب ولا عايزين بس احنا قد الحرب متلت وامتلت وزي ما بقول كده هما مجربين لما بتشتد بقى الوتيرة اثناء المعارك المعارك ويا شغالة فالعسكرين المصريين عندهم مصطلح جميل جدا يقولك بنعمل صليا يعني ايه صليا صليا كده جاي من كلمة تصطلي اللي هي النار تصطلي صليا دي يعني اطلاق نار كسيف حزام نار كسيف وبيخش وفي حتة كده بسموها الاشتباك الاعمى اللي هو انا بخش عارف اللي هو يقولك علينا في البلدي كده بمصر وقال لك ايه انا بخش لا ارى لا اسمع انا بخش دب اشتباك اعمى وبنعمل حاجة ومصر معروفة جدا بالطريقة دي صليا صليا دي بقى هتلاقي البحرية بتعمل صليا وليها طريقتها طبعا هتلاقي المشاب يعملوا صليا وليهم طريقتهم المدفعية بتعمل صليا وليها طريقتها الدفاع الجوي بيعمل صليا وليها طريقته الى اخره صليا يعني اطلاق نار كثيف ما بعده كسافة لا تفوقه اي كسافة فيدفع بيها العدو للخلف صليا نار مستعرة تصطلي نارا طب يدفع العدو للخلف مين جراب الاسرائيليين جرابه بلاش نحن لا نريد اشعال المنطقة اكثر من اشتعالها بلاش